حرف جربي من بين استخداماته تستخدمه عندما تكون عند شخص ما أو عند شخص يمتهن مهنة ما كالحلاق، الطبيب أو الخباز يعني لورا قررت بيشلسن هو الفعل بيشليسن في الماضي أنه الوقت لقصة شعر جديدة عندما تريد أن تعبر حان الوقت أو وقت شيء ما يعني قصة الشعر حرف جرفير دائماً بلوس أكوزاتيف لذلك أضفنا للصفة إن في آخرها الصفة نوية شعرها طويل صفة معناها طويل وإن تريد تجربة تجربة شيء جديد فعل معناه جربة يجربة زي روفت إن أين فريزورزالون آن تتصلوا بسالون تصفيف الشعر دير فريزورزالون وهو سالون تصفيف الشعر أنروفن بلوس أكوزاتيف في المنفصل معنا إتصلوا ويبعد فقط بدقائق قليلة من مسكنها داستسوهاوز يعني المسكن انتفانت فون بلوس داتيف معناها يبعدو من ألس زي دنزالون بتخيط يعني عندما دخلت الصالون بتخيط هو الفعل بتخيطن يعني دخل وهو فعل تلوس أكوزاتيف لذلك عندنا دنزالون تم الترحيب بها من طرف مصففة الشعر أو حلاقة دي فريزورين وهي مصففة الشعر بيغرسن فعل معناه رحب يرحب يوم سعيد أو مرحبا هل عند حضرتك موعدا در ترمين ولأن عندنا الفعل هابن فعل بلوس أكوزاتيف لذلك عندنا آينا نعم عندي موعدا على الساعة العاشرة صباحا هي تجيب وتقول اسمي هو لوغا رائع المرجو من حضرتك أن تقوم بالجلوس لفترة قصيرة في منطقة الانتظار هنا عندنا حرف جرئين بلوس أكوزاتيف زيش زيتسن هو فعل حركة يكون الشخص واقف ويقوم بالجلوس يعني هناك حركة وعندما نستخدم الفعل زيتسن نقصد أن شخصا ما جالس يعني لا يقوم بالجلوس بل نصفه أنه جالس في مكان محدد ولهذا السبب عندنا هنا حرف جرئين بلوس أكوزاتيف لأن عندنا حركة وهي منطقة الانتظار هي تقول سوف أكون معك حالا وتشير إلى بعض الكراسي أو المقاعد المريحة بكذيم صفة معناها مريح هذه الكراسي أو الأرائق لشخص واحد يعني الإشارة إلى شخص أو شيء ما تقوم لاورا بالجلوس وتقوم بتصفح إحدى المجلات بليتان فعل معناه تصفح في هذا الصياق وهي المجلة بعد فترة وجيزة يتم مناداتها إلى كرسي تصفيف الشعر أو كرسي الحلاق هنا عندنا الباسيف لأننا لا يهمنا من ناداها إلى الكرسي المهم هو تمت مناداتها يعني الشخص هنا غير مهم جيغوفن هو الفعل غوفن يعني نادا ينادي بيتة ستسن سيزيش هيرهين يعني قومي بالجلوس حضرتكي هنا في كان إيش إينا هويته هيلفن فرقت زي كيف يمكنني أن أساعد حضرتكي اليوم إيش هتة گرن أين نوين هارشنت يعني أنا أود قصة شعر جديدة ماينا هارو زند لان شعري طويل وإيش مشتزي شلطة لان هابن وأريد أن يكون بطول الكتف شلطة لان يعني بطول الكتف أو سغدام هتة إيش گرن أين بوني زاقت لاوغا لاوغا تقول بالإضافة إلى ذلك أو سغدام أود غرة الشعر تسمى دير بوني هذه التي ترون في الصورة غرة الشعر أفهم هل تودين أيضا أن تقوم بتقصير أطراف الشعر؟ وهي أطراف الشعر شنايدن يعني تقصير أو تقطيع شنايدن لسن لماذا عندنا لسن؟ لأنه سوف يقوم شخص ما بتقطيع أو تقصير الشعر للاوغا لن تقوم هي بنفسها بتقصير الشعر ندالي كانو ديفو الفعل لسن؟ وندي هارة أصدنن؟ وتخفيف الشعر أصدنن يعني خففة يا بيتة نعم من فضلكي وندي هم من فضلكي وندي هم من فضلكي وندي هم من فضلكي وندي هم من فضلكي أصدنن ونديه تقصير الشعر شقراء بلوند صفة معناها أشقر ديشت خانشن وهي خاصلات الشعر هنزوفيغن في المعنى أضافة يضيفو سوف نبدأ بغسل الشعر بغسل الشعر دس هاو واشن يعني غسل الشعر تغسل شعر لاورا بالشامبو وتركت دان اين بفلغن ديشبيلون اوف وتقوم بدهني بلسم مغدي ديشبيلون وهو البلسم اوفتراجن في المعنى دهنة أو طلا فيدا ان فخيزور شتول عودة الى كرسي تصفيف الشعر كمت دي فخيزورين لاؤغة سناسهار زوركفيلتيش تمشيط مصففة الشعر شعر لاؤغة المبلل بعناية زوركفيلتيش يعني بعناية كامن في المعنى مشطة ناس صفة معناها مبلل وتفرقه او تقسمه بمشط الى اجزاء مختلفة دير كام وهو المشط تايل يعني قسمة او فصلة دي سكتسيون وهي الاقسام موشتن زي اين بشتمت فخيزور يعني هل تودين تسريحة معينة دي فخيزور وهي التسريحة بشتمت صفة معناها معين شتوفنشنت وهي هذه التسريحة قصة شعر متدرجة يعني فيها طبقات تسريحة الشعر متدرجة سوف تكون رائعة بوب وهي هذه التسريحة التي ترونها في الصورة بدأت مصففة الشعر بقصة الشعر بعد الانتهاء من القصة تمزج مصففة الشعر لون الشعر مشن يعني مزجة دي ها فاربة وهو لون الشعر و تركت دي شترنشن اوف وتقوموا بدهن الخاصلات ام اند فنت دي فخيزورين لاوغات هاغة في النهاية تقوموا مصففة الشعر بتجفيف شعر لاوغة وتقوموا بتصفيفه بفرشات مستديرة وجهاز تلميس الشعر دي روند بوست وهي فرشات مستديرة دي هاغة ليتا يعني جهاز تلميس الشعر ترجمة نانسي قنقر